نظمت مدرية الصحة بضميات قافلة طبية شاملة على مدى يومين بإحدى العزب التابعة لمركز كفر سعد وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقد تم توقيع الكشفة الطبية على المواطنين من خلال 11 عيادة خصوصية وإجراء تحليل معملية وأشعادية وسنهر بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية مع تحويل الحالات الحارجة إلى المستشفات وأصدر قرارات العلاج على نفقة الدولة وتم تنفيذ عدد من الندوات التصقيفية معنا النهاردة 11 عيادة تخصوصية كل عيادة بيكون فيها الطبيب الموجود طبيب أخصائي أو استشاري معنا تخصوصات مختلفة زي البطن الأطفال العزام الرمض الجلدية الأنف والأذن الأسنان النساء وتنظيم الأسرة كل الخدمات دي مقدمة للمريد مجانا من أول قطع التذكرة اللي بتتمي للمريد بالرقم القوم الخاص به بعدها المريد بيتوجه للعيادة لو الطبيب شايف أن المريد محتاج يتعمله تحليل فبيتم في المعمل اللي فيه أكتر من 40 تحليل لو الطبيب شايف تدعيما لقراره ناحية المريد أن المريد محتاج أشعة بتتعمل في القفلة سواء أشعة عادية أو أشعة صنور أنا جد كشفت والله ومعاملة كويسة وده كترة على أعلى مستوى بسم الله ما شاء الله والعلاج متوفر وكل حاجة تمام وربنا بارك الله في سيدة الرئيس ومشروع جميل جدا وربنا يدي معلنا يا رب نعم اشتركوا في القناة